قرار جديد لمجلس الأمن الدولي بشأن الأزمة اليمنية قضى بتجديد العقوبات على الأفراد والكيانات المهددة للسلم والاستقرار في اليمن حتى فبراير 2020 وتمديد ولاية فريق الخبراء المعني بمتابعة القضية اليمنية أيضا بموجب القرار الأممي 2216 الصادر في إبريل 2015 فقد فرض مجلس الأمن الدولي قرارات بحضر توريد الأسلحة لميليشيا الحوثي والقوات الموالية لصالح كما أقر عقوبات مالية وحضرا للسفر على قيادات في ميليشيا الحوثي وجماعة صالح في مقدمتها عبد الملك الحوثي وأحمد علي عبد الله صالح المقيم في أبو ظبي حاليا بعد نحو شهر من إصدار تقرير الخبراء النهائي للعام 2018 عن الحالة اليمنية مدد مجلس الأمن أيضا ولاية الفريق المختص بمتابعة القضية اليمنية حتى الثامن والعشرين من مارس 2020 حتى مجلس الأمن الدول الأعضاء وجميع الأطراف المعنية بالتعاون مع الخبراء وضمان سلامتهم وأكد على أهمية عقد المباحثات بين الدول الأعضاء للتأكد من تنفيذ القرار حول مفاتيح الحل والانتقال السياسي في اليمن أكد قرار مجلس الأمن الأخير على ضرورة الانتقال السياسي بالاستناد لمخرجات مؤتمر الحوار الوطني والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية والقرارات الأممية ذات الصلة وهي ذات المرجعيات التي تتمسك بها الشرعية وتراها طريقا للحل فيما تحاول ميليشيا الحوثي الالتفاف عليها يرى مراقبون أنه بالرغم من العقوبات المالية وحضر بيع الأسلحة وتقارير فريق الخبراء إلا أن تدفق السلاح لميليشيا الحوثي مستمر وأن انتهاكات الميليشيا والتحالف مستمرة أيضا وفق تقارير الخبراء الدوليين